كتاب القرآن الكريم مترجم حرفيا الى الانجليزية والفرنسية والالمانية وعدد من اللغات الاسيوية حزنت ليه انا الحقيقة مش قاوي قاوي يعني فجبت ابني قوي جدا في اللغة الانجليزية قلت له اقرأ دي دي وقرأ دي وقل لي ايه قاعد طبعا الصفحة بتاعت الكتاب مقسومة نصية نص مكتوب باللغة العربية ونص مكتوب باللغة الانجليزية الكتاب اللي قدرت احصل عليه فقال لي يا بابا دي ترجمة حرفية للقرآن يعني مترجم بسم الله الرحمن الرحيم مش كتبها بالانجليزي بسم الله الرحمن الرحيم لا مترجمة نيم الى اخيرة من الترجمة هنا خلاني اروح الى الايات القرآنية المرتبطة بالجهاد وقلت له اقرأ لي وترجم لي ففجئت بالخطورة ان انت لما تقراها باللغة الانجليزية بتعكس لك معاني الارهاب والدماء وسفك الدماء الى اخر هنا بسأل العالم الاسلامي بأسر لماذا لا تعلن وتصدر بيانا بان هذه الكتب خطأ وانا الحلقة الجاية هجيب كتاب معايا ومين اللي جاب لي هذا الكتاب شخص اتعرفت عليه مصادفة من الافارقة ابناء قراطنا الافريقية الذين يدرسون في جامعة الازهر الشريف وهو لديه طلاقة في الحديث باللغة العربية فقال لي هذه المعلومة وقال لي هجيب لك الكتاب لان الكتاب بيتباع عندنا في بلدنا واحنا عندنا وقال لي وليا زميلي اللي اللغة المشتركة عندهم في بلدهم الفرنسية لان افريقيا جميع الدول الافريقية اللغات فيها مرتبطة بالقبائل يعني كل عدد من القبائل لهم لهجة لهم لغة طيب لما بيجوا يتكلموا مع بعض بيتكلموا ازاي اما ان يتحدثوا باللغة الانجليزية علشان يفهموا بعض واما ان يتحدثوا باللغة الفرنسية علشان كده 90% من سكان افريقيا بيتحدثوا الانجليزية والفرنسية لغة اساسية محلية للتفاهم عشان يتفهموا مع بعض يعني انت عندك قبيلة اي قبيلة يعني اي اسم مش حضرني اسماء دلوقتي لا لغة خاصة به وعندك قبيلة تانية لها لغة خاصة به طيب لما ولاد القبيلة دي عايزين يتكلموا مع ولاد القبيلة دي يعملوا ايه؟ اما ان هما يتكلموا مع بعض بالانجليزي او يتكلموا مع بعض بالفرنسية علشان كده قال لي هذا الصديق ان انا ايضا معايا اصدقاء من اللي بيتكلموا باللغة الفرنسية ودارسين في الازهر عندهم في بلدهم هذه الكتب طبعا هو رافض زي ما انا رافض ولكن جايب لي نموذج بيقول لي شوف الارهاب بيطلع من ايه سواء كان في افريقيا او في اوروبا تم اللعب في هذا الامر علشان كده بقول يا جماعة خلوا بالكم الكتاب موجود عندي هجبه لكم